اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار فضلا عن رؤية الوزارة بعد دمج قطاعي السياحة والآثار حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصياق ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية كما وجه السيد الرئيس بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذلك العاملون بقطاع السياحة فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية وذلك اتصاقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعضة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء إيهاب الفارق رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف وتجهيزات نقل واستقبال وعرض القطع الأثرية بالاشتراك مع الخبرة الأجنبية وكذلك أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف ومنطقة الخدمات التجارية حيث عرض السيد وزير السياحة والأثار تطورات سير منظومة العمل موضحا أنها تسير وفقا لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه مشددا سيادته على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم وللإنسانية جمعا في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكان اشتركوا في القناة